سيد رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شكرا جزيلا شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور في هذا الجمهور الكريم بناتي وأبنائي شباب مصر العظيم اسمحوا لي في مستهل حديثي إلى هذا الجمهور الكريم والذي يدمن كوكبة من رموز الدولة وشبابيها من مختلف أطراف المجتمع المصري أن أطلب منكم نقف جميعا تحية وتقدير لشعب مصر العظيم المسابر الواعي الذي أثبت بلا أدنى شك أنه شعب عبقري فصال للحضارة وقابل على الصمود ومواجهة التحدي تحية مصر تحية وتمر لصحيا وعين هفتر لنحيا وث مليون اتجال تحية مصر حرام تحية ألف مرام تحية مهما يجرام لنهاية العام اسمحوا لي اللي احنا نوجه التحية لشعب مصر اسمحوا لي اقول لكم ان التحية دي كانت واجبة اتفضلوا لو سمحت مستريحة التحية اللي انا طلبتها من حضراتكم وارجو انها تصل الى كل مصري ومصرية تحية واجبة لان انا مقدر جدا جدا اللي حصل الشهر اللي فاتوا اللي قابلوه احنا بنتكلم على تلاتين شهر كلها محاولات الحياة بتتعمل حشان يعني حشان حشان الدولة دي ما تكملش وانتم يا مصريين ودا كلام يعني من قلبي ليكم الله هنسمحوا لي عليكم باسم مصر مصر بتشكركم ان ممكن حفزتم على قرامتها وكبريهاها لان اللي انت عملتو ده خلال الفتوة اللي قادت لكم ماء وكثيرا أنها ما تتهمش ما تبغاش على صفحات البرانت او قنوات التيليفزيونية دولة عبدية فكثيرا شعب المصري. شكرا جزيلا. ما هو الشعب المصري رغم كل الظروف الصعبة. شعب عنده كرامة. كرامة وكبرياء بلا كبر. شعب المصري شعب عنده كبرياء بلا كبر. وعنده هزة التواضع. ويا رب ما تحوجنا لليك انت بس. السيدات والسادة. اتحدث اليكم وانتم تبسلون مختلف اطياف رموز المجتمع المصري ويوسلي مؤسسته المختلفة. وفي نهاية يوم بطبع مصري منفرد. مارسنا خلاله فضيلة الحوار. تناقشنا واستمعنا لبعضنا البعض وتبادل الرؤى بكل شفافية. وفي اطار من الوطنية من اجل تحقيق الغيات العليا لمصرنا الحبيبة. التي تجمعنا على العمل من اجلها بكل تجرد واخلاص. وكان شبابنا هم ضرة اليوم كما عهدناهم دائما منتلئين حماسة ونقاء. انني لا ازع سرا ان اعلنتها لكم بانني اكون في منتهى السعادة. وانا وسط ابنائي وبناتي شباب مصر. املوها ومستقبلها. استمع عليهم وادوم ما يقترحونه من مراحزات وتوصيات. واكد لكم. واكد لكم جميعا اننا حققنا مكتسبا هاما بهذا الملتقى الجامع للحوار. والذي كان من اهم نتائج المؤتمر الوطن الاول للشباب. والذي انعقب لندينة شرم الشيخ في نهاية شهر اكتوبر الماضي. وقد كانت هذه الصيغة الحوارية الناشطة. والفعال نجاحا للدولة المصرية. والتي مسعى بارادة حقيقية للارتقاء بعداء مؤسساتها في اطار من المدنية والديمقراطية الحديثة. السيدات والسادة شبابنا الوطني المتحمس. لا يخف على احد حجم التحديات التي يواجهها الوطن على كافة الاسعادة السياسية والاقتصادية والمجتمعية. فهنحن نواجه جامعات ارهابية ظلمية تسعى الى خراب وتدمير الوطن. وترتبط ادلوجيا وماديا بقوة خارجية تسعى لبس الفوضى والعنف اقليميا من خلال دعمها للتنظيمات الارهابية في عدد من الدول المجاورة والتي تعاني من حالات الاضطراب. يسعى البعض لان تطول مصرنا العزيزة. وايضا نواجه فسادا يحاول ان يعرق كل جهود التنمية والتطوير. ونحن عازمون بمشيئة الله. ومن خلال استراتيجية منظمة للمضي القدمة نحو القضاء على مسبباته. من خلال تكسيف جهود الاجهزة الرقابية. وكذلك من خلال توسيع متاق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. وتطوير المزومة التشراهية والقانونية. ونواجه ايضا تحديات اقصادية ضخمة. نتجت عن مسببات عديدة. تراكمت على مدار وقود. وادت الى ارتفاع حجم الدين العام. وازدياد مضطرد في عجز الموزنة. وانخفاض الناتج القومي. وتراجع حجم الصادرات الى الخارج. وانكماش قاعدة الانتاج الصناعي والزراعي. وتراجع في القطاع السياحي. ولذلك كانت المواجهة حتمية. تفردها علينا المسئولية السياسية والدمير الوطني. والتجرد من اي اعتبارات الا اعتبارات الصالح العام. ومستقبل ابناء هذا الوطن. وبناء على ما سبق فقد اتخذنا حزمة من الاجراءات الاصلاحية في مجال الاقتصاد. تسعى الى تحسين المؤشرات الاقتصادية. وتحفيز منخل السسمار. وتهيئة البنة التحتية للدولة. كي تكون مركزا اقتصاديا اقليميا. وبما تنعكس ايثاره ايجابيا على مستوى معيشة المواطن. وعلى جودة الخدمات المقدمة الي. ولان العهد معكم كان الصدق والشفافية. فاني اقول لكم بكل الصدق. ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي الاخيرة. كانت تستلزم من القائمين على امر هذا الوطن قدرا من الشجاعة لاتخاذها. خاصة في ظل وجود بعد الاثار السلبية على المواطن. والحق اقول. والحق اقول ايضا ان معاناة المصريين امر لا يمكن تجاهله او اغفاله. ولذا فقد كانت توجيهات الى الحكومة. بدرورة اتخاذ مجموعة من اجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع اجراءات الاصلاح الاقتصادي. بحيث تضمن تخفيف حجم الاثار المجتمعية السلبية التي قد تعاني منها الطبقات الاجتماعية الاكثر تعرضا لمخاطر الاصلاح من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. ومن هنا مخاطب ابناء الشعب المصري العظيم العبقري. مؤكدا لهم ان ما دفعني الى السعي لحل هذه المعضلة هو هدفي الذي لا احيد عنه. بان ارى هذا الوطن عظيما يليق بكم وبتضحياتكم. ولما اكن يوما اسعى الى حساد شعبية او الحصول على تقدير. بقدر ما كان شاغلي وهم الاول هو ان نقتحم مشكلتنا المتراكمة وحلها بما يمليه علينا الواقع والضمير. واظنكم وظني بكم يقين بانكم ستكونون على قدر المسؤولية مثلما كنتم دائما واعين بما يحيق بالوطن من مخاطر وما يواجهه من مشكلات. السيدات والسادة الحضور الكريم. لقد كان خط السياسة المصرية وثوابتها واضحا جليا للعالم كله. منذ الوليتوني المسؤولية. وان علاقات مصر بكل دول العالم بصفة عامة ودول الجوار الاقليمي بصفة خاصة هي علاقات قائمة على الاحترام الاحترام وتبادل المصالح وعدم التدخل في الشؤون المصرية الداخلية. او قيام مصر بالتدخل في الشؤون الداخلية لاي دولة اي ما كانت. وكانت هذه المبادئ الحاكمة سر النجاحات المتحققة في ملف السياسة الخارجية المصرية. والذي اعاد لمصر مكانتها السياسية اقليميا ودوليا. واصبح صوت مصر وشعبها مسموعا في كل العالم. ولتعزيز هذه المكانة فانه يؤكد الجميع داخل وخارج هذه القاعة. بان مصر. بان مصر الجديدة هي دولة مستقلة. تحقق ارادتها السياسية النابعة من ارادة شعبها الحر. وتؤمن بان احلامها ستصنع فقط بايدي ابنائها. كما ستزل مصر. بان مصر بان مصر الجديدة هي دولة مستقلة. تحقق ارادتها السياسية النابعة من ارادة شعبها الحر. وتؤمن بان احلامها ستصنع فقط بايدي ابنائها. كما ستزل مصر تؤدي دورها التاريخي. تجاه اشقائها العرب. مؤمنة بان الامن العربي هو جزء ليتجزأ من الامن القوم المصري. وفي اطار من الشراكة الاستراتيجية والاحترام المتبادل. كما ان مصر تطمح. ارجو ان انتو تخلوا بالك من الكلام اللي انا بقوله ده كويس. ارجو ان انتو تاخدوا بالك من الكلام اللي انا بقوله ده كويس. انا قلتلكم مرة قبل كده ان السياسات بتاعتنا مبنية على قيم مبادئ. قل وجودها. قل وجودها. كما ان مصر تطمح الى تعزيز علاقاتها مع كافة القوى الدولية. ولا سيما الولايات المتحدة الامريكية. وروسيا الاتحادية والصين. والاتحاد الاوروبي. وتنمية حجم التبادل التجاري. وجذب الاستثمارات من كافة دول العالم. بناتي وابنائي شباب مصر. واجه حديثي اليكم مباشرة دون وسيط. فليس بيني وبين شباب مصر وسطاء. انكم في طليعة اهتمام الدولة المصرية. انتم الامل في صناعة الحاضر وايقونة المستقبل الواعد للوطن. ان ما يتم على ارض نصر من انجازات هو لكم ولمستقبلكم ولابنائكم. وبعزيمتكم نصنع سويا تاريخا مضافا لتاريخ امتنا العظيم. ان التوسيع نتاق مشاركتكم في العمل العام فرض علينا. وتهيئة المناخ اللازم لانتلاقكم واجب تحتمه التركيبة الديمغرافية المصرية. والتي جعلت من امتنا امة شابة حقيقية. ولامني على يقين بان قضايا الشباب وطموحاته هي التي تشكل رؤية المستقبل وتصنع هوية الامة. فقد وضعت قضايا الشباب على رأس اولويات العمل الوطني. ويأتي في مقدمتها قضايا التعليم والصحة والبطالة والمشاركة السياسية وتجديد الخطاب الديني والثقافي. واكد لكم اننا نمتلك الارادة السياسية والعزيمة الوطنية على اقتحام هذه الملفات والقضايا. والعمل على ايجاد صيغ وحلول لها تتناسب مع امالكم واحلامكم. ولعل هذا الجمع شاهد على ارادتنا لضمان استمرار قدوات التواصل والاتصال بين الدولة وشبابها بشكل فاعل وحقيقي. كما ان المصداقية التي حققتها سرعة تنفيذ توصيات مؤتمر شرم الشيخ. تعد بمثابة دلالة اخرى على صدق سعينة نحو تحقيق امام طموحات شبابنا. لقد تبعت بنفسي كافة التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر. حيث استخدمت سلطاتي الدستورية في اطار في اصدار عفو عن عدد من الشباب المحبوسين كرفعة اولى تليها دفعات اخرى. وقد التقيت باللجمة المشكلة لفحص حالات المحبوسين واطلعت على جهودهم المبزولة في هذا الشهر. كما استضافت رئاسة الجمهورية عدد من الاجتماعات لمبادرة العمل الطوعي للشباب. لشباب الاحزاب السياسية للقضاء على الامية. حيث شكلت مجموعة عمل تضم مجموعة من الوزارات المعنية لتفعيل هذه المبادرة وتحقيق نتائج ملموسة لها. وفي اطار بحث تعدلات القانون 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق في التظاهر والتجمعات العامة. وعلى دوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. فقد اطلعت على المقترحات المقدمة من المجلس القومي لحقوق الانسان والاحزاب السياسية وشباب البرلمان. ووجهت الحكومة بسرعة تقديم مشروع لتعديل قانون والتظاهر الى مجلس النواب خلال خمسة عشرة يوما. يعني هزيبا لوكو زالمرد فانت بتحبب التظاهر او كده. كما تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة الجمهورية من عدد من المتخصصين واساتذة الجامعات. لبحث سبل الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تدريب وتأهيل الشباب. لانشاء هيئة الوطنية للتدريب تكون بمثابة وعقل تجميع الكفاءات الشبابية. وضخ دماء جديدة في اوصال قطاعات الدولة. وايضا تم الانتهاء من تدريب عدد خمسمائة شاب من الدفعة الاولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة. وجاري حاليا الانتهاء من موقف توزيعهم للعمل في قطاعات الدولة المختلفة. انا كنت قلت لكم ان في جزء منهم حيبا موجود في الرئاسة ومجلس الوزراء ومع الوزراء ومع المحافظين ومع البرنامج كمان. الفكرة كلها ان احنا بنجهز الناس عشان يتولوا الجد. واحنا الوقت بنجهز متين من مستوى ااا اا اا اكتر شوية. المتين دول هم نجهزهم برده في خلال من تسع شهر لسنة. ودول هكونوا عبارة عن اا اول مجموعة ممكن ناخد منها وزراء ومحافظين. واعتوالى تدريب الدفعات المتطلئة من هذا odmanic لان Eco لتكون بمثابة نوال قاعدة شبابية من الكوادر القادرة على القيادة من خلال تأهيل علم راق وحديث شباب مصر العظيم أدعوكم إلى مزيد من العمل والاجتهاد من أجل تحقيق أحلامكم اصنعوا الأمل بالعمل وخلقوا مساحات مشتركة على أرض الوطن بعيدا عن مناطق الاختلاف والصراع حولوا حماسكم إلى قيمة حضرية مضافة لما صنعه الأباء والأجداد من أجلنا يجعلوا العلم والعمل بتجرد وإخلاص من أجل الوطن هو دستوركم يجعلوا مصر هي الهدف وعزتها وكرامتها هي الغاية وثقتي في حماسكم وطهارتكم ونقائكم بلا حدود وبقوة عزيمة الشباب ستحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر شكرا